من ناحية اخرى قال الرئيس الروسي الذي يسعى لفترة ولاية جديدة في منصبه خلال انتخابات تجرى في مارس المقبل قال انه سيقود الانتخابات المقبلة كمرشح مستقل وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي انه يجب ان يكون النظام السياسي في بلاده تنافسيا لكن المعارضة تفتقر لمرشح قوي لتحديه مضيفا انه برغم ان معارضيه يسببون الكثير من الضوضاء فانه ليس لديهم شيء يذكر ليقدموه للشعب